صباح الخيزة المتبعين في تحليل فان الصباح لشركة وينزر بروكر هيدو مقولكو كريم مجدل يوم 10 أغسطس 2021 هنتكلم مع بعض ريديو بتاعنا عن ذوق اليورو مقابل الدولار أمريكي تردت سلبية اليورو مقابل الدولار أمريكي وانخفضات بشكل عام ودرجة أكيد في مقام الأول لارتفاع الدولار مقابل كل الأدوات المالية بعد بيانات الأمريكية الإيجابية اللي أسطرت بشكل كبير على شهية المخاطرة وقدت لارتفاع الدولار برح ما كانش عندنا بيانات هامة غير فرصة العامة للجو بلوتس الشهري الشهر يونيو اللي جيب نتيجة أفضل من المتوقع 10 مليون 73 ألف ونهارده في انتظار بيان طبعا هامة هو مؤشر ذي والمعنوات الاقتصاد الألماني الشهري الشهر أغسطس متوقع عليه 56.7 وده بنخفض طبعا عن شهر الماضي اللي كان بالنتيجة 63.3 دي كانت أعمل بيانات وعمل الأخبار ولذلك خلونا ننتقل مع بعض ونشوف التشارط وقعاتنا لي على مدار اليوم النهارده زي ما حالك شايفين طبعا أداء السلبي والخفضات الكبيرة لليورو مقابل الدولار أمريكي وطبعا ضغطات العليب على مستوى كل المؤشرات أداء سلبي عليه من إيه تقاطه على متوسطات سعر الأسفل وسبات السعر أسفلهم وسباته أسفل نقطته المحورية السبعة عشر خمسة واربعين أداء سلبي على معشر السعر على معشر الإسكستيك وحتى معشر البلاتريند ولذلك نتوقع مزيد من أداء السلبي ولكن شرط كسر السبعة عشر عشرين علشان يروح للستاشر خمسة وثمانين وراها السبعة عشر خمسين مرة تاني كسر العشرين وراها الخمسة وثمانين وراها الخمسين السناني للأخر المعاكس تحقق بكسر السبعة عشر خمسة وثمانتاشر خلات وآخر النقطة عند الثمانتاشر تلاتين وكده أزام طبعين نكون وصلنا نهاية الفيديو أبنالكو أكيد يوم تداول آمن وشكركم على حسن طبعاتكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة